السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة. قبل ما نخش يا جماعة في التفاصيل الكاملة لانه الفيديو ده مهم جدا. هوري لك الاسبات الاول وبعدك هنخش في التفاصيل. الاسبات يا جماعة انا اخترت كلمة حل مشاكل الارشفة اخترتها لنفسي. ان استهدافها واكتب عنها مقال بطريقة اللي هشرحها لك في الفيديو ده. والحمد لله تصدرت وبقيت نتيجة رقم اتنين في محرك البحث من خمس دقيقة. المقال طبعا لسه منشور. وصورت الفيديو ده بعد نشر المقال وتصدره فورا. علشان اقول لك ايه اللي عملته ايه التفاصيل الكاملة لانه عارف ان في مجموعة من الناس كمان ما بتحبش انها تشوف او تكمل الفيديو للاخر غير لما تشوف بنفسها النتائج. المقال مقتطف مميز في محرك البحث بنج. زي ما انت شايف قدامك كده. وكمان نتيجة رقم اتنين في محرك البحث جوجل. طبعا دي نتائج جميلة جدا وسريعة. ولازم ان تعرف ايه التفاصيل وايه اللي تم علشان تبدأ تطبق انت كمان. الحلقة دي يا جماعة انت دلوقتي واقف في الحلقة رقم خمسة من دور البلوجر الكاملة من السفر الاحتراف. استكمالا للحلقة اللي فاتة. الحلقة اللي فاتة تكلمنا عن ازاي تنصق المقال وازاي تستهدف الكلمة المفتاحية الموجودة في العنوان داخل المقال علشان تتصدر. الكلام ده كله كان نظري. وفي الحلقة دي بقى يا جماعة هنطبق بشكل عملي. التطبيق العملي ونتائجه السريعة طبعا كان لازم اطبق على موقع تاني غير الموقع اللي احنا عاملينه لان الموقع اللي احنا عاملينه في الدورة لسه في فانا اخترت موقع تاني خرج من عشان اقدر انافس بالكلمة المفتاحية اللي انا اخترتها لنفسي. قبل مكتب مقالها دمعة احنا كده دخلنا في الجد لو لو انت مش عندك وقت كافي تشوف الفيديو ده او مش فاضي دلوقتي فضي نفسك خالص في وقت واسمع الفيديو من اول واخره وبعد نفسك عن المشتتات تماما. خش قطك واسمع الفيديو ده بتركيز تام. علشان كل الكلام اللي جاي بعد كده مهم جدا. في الحلقة اللي فاتت الكلام كان نظري وما كانش ينفع انك تاخد منه معلومات كتير او تستفاد لانك انت اكيد جواك اسئلة او في دماغك بتدور فيها اسئلة حوالين ازاي هعمل كده. دلوقتي هوريك ازاي هتعمل كده. وانت بنفسك شفت التصدر. المقالة في بنج مقتطف مميز اهي. وفي جوجل نتيجة رقم اتنين وده ممتاز جدا. وآآ زي ما قلنا واحد واتنين وثلاتة ده تصدر يعني. للمسلس الزهبي. عاوزين بقى نتكلم بقى بالتفصيل يا جماعة. قبل مكتب المقال. بفكر. لازم قبل مكتب مقال لازم اتأكد مليون في المية ان الكلمة المفتاحية اللي انا قصدتها في التصدر عليها نسبة بحث. مطلوبة. في ناس بتدور عليها. ليها جمهور. عليها نسبة بحث. شهري. يعني اتأكد الاول اذا كانت مهمة تستاهل ينكتب عنها مقال ولا لا. ده اول نقطة. يعني اول حاجة بتيجي في بالي ان انا ما اشتغلش عشوائي. مش اكتب مقالات بعناوين عشوائية وخلاص لا. لازم اتأكد ان الكلمة المفتاحية تستاهل يكتب عنها مقال ولا لا. ولو ما عملتش كده هيبقى زي زي اللي عنده محل والبضاعة كلها في المحل موجودة لكن مش عليها طلب. محدش من الزباين عاوز يشتري منه. البضاعة بقى والسلعة دي الموجودة في المحل هي المخالة بتاعتك. انت عاوز تجيب بضاعة وسلعة يكون موجودة في المحل بتاعك. ما يكونش عليها طلب. ما يكونش الناس عاوزها. محدش هيشوفها غيرك. المقالة برضو اللي انت هتكتبها. مش عليها نسبة بحث. برضو محدش هيشوفها غيرك. دي المشكلة اللي بقع فيها يا جماعة معظم اصحاب المواقع. يبقى النقطة الاولى يا جماعة والمهمة. لو فكرت اكتب مقال ادور على نسبة البحث على الكلمة المفتاحية الاساسية اللي انا عاوز اتصدر بيها. ازاي بقى اعمل الموضوع ده? احنا دلوقتي يا جماعة بنتكلم عن الفكرة. كل ده فكرة قبل انشاء المقال. لانه لازم تحط الاساس الاساس اللي هو ايه الكلمة المفتاحية المهمة اللي تستاهل ان نكتب عنها مقال في الموقع بتاعي. كده يا جماعة احنا متفقين انه مفيش اي كلمة هنعملها في الموقع بتاعنا. ملهاش لازمة. او ملهاش قيمة. لازم كل كلمة هختارها لنفسي. لازم ان يكون عليها نسبة البحث. لازم كل كلمات موقع اللي هكتبها في الموقع او استهدافها عشان اصدر بيها تكون مطلوبة. الناس بتدور عليها. عشان استفاد من زيرات وكمان استفاد من النقرات على الاعلانات. اللي هيساعدك بقى في الموضوع ده هو بشكل مجان مية في المية هو موقع جوجل ادورد. اداة تخطيط الكلمات المفتاحية. هتدي لك نسبة البحث الشهرية على الكلمة. كمان هتدي لك نسبة المنافسة على على الكلمة المفتاحية. وكمان هتدي لك سعر الكلمة المفتاحية. والكلام ده كله هشرحه لك في نهاية الكورس ازاي تقدر تنشئ حساب على جوجل ادورد. لكن انا هشرح لك بالوقت على حسابات منشوقة ومعمولة جاهزة. علشان وقت الحلقة. لكن في نهاية الحلقة اللي هيكمل معايا. هشرح لك بالتفصيل ازاي تنشئ الحساب بشكل سهل جدا وبسيط وتستخدمه كمان. خلينا بقى نبدأ علشان ما نضيعش وقت الحلقة على طول في الموضوع. لو جينا يا جماعة بصنا كده على المقال اللي قدامنا ده المقال ده حل مشاكل الارشفة. هي الكلمة المفتحية الاساسية. وانا زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت اخترتها لوحدها وخليتها في اول العنوان. اخترتها لوحدها خالص بعيدا عن اي مشاتتات لوحدها خالص وكتبتها في اول عنوان زي ما انت شايف كده. وخليت جنب منها على طول الكلمة وجنب منها على طول الوصف المحفز اللي هيدخل الزائر للمقال بتاعي. يبقى اول جزء او اي اول مقطع من العنوان بكتب فيه وبكل بساطة الكلمة المفتحية الصريحة. وزي ما اتفعت معاكم ممكن وكون في النص وممكن يكون في الاخر بس المهم ما يكونش فيه جنب منه او لازم في اي كلمة او في اي لغبطة لازم ان يكون خابل للبحث. وشكل العنوان اللي اخترته لنفسي اهو. كده خلصنا من النقطة الاولى. طيب هاخد بقى الكلمة المفتحية نفسها حل مشاكل ارشافة نسخ? وهروح اشوف هل هي فعلا مهمة ولا مش مهمة? هروح فين بقى? هروح على جوجل ادوورد. جوجل ادوورد ده اللي هنشئه لك في نهاية الفيديو. واوريك ازاي بتعمله. واروح افتح اداة اسمها اداة تخطيط الكلمات المفتحية. الاداة دي هتديني نسبة البحث الشهرية عن الكلمة واهميتها وقوة المنافسة عليها. وحاجات تانية كتير كده هنتكلم عنها دلوقتي. اكتشاف كلمات رأسية جديدة اضغط عليها. وبعد كده اختار الدولة دي اعمل حسف من هنا كده وحافظ. يعني انا مش عاوز اختار دول معينة انا باتكلم على انه استهدف الكلمة دي على كل دول العالم ما عندش مشكلة. اللغة خليها اللغة العربية مش مشكلة ونختار الكلمة ونعمل تحقق من نتائج. بصوا يا جماعة الكلمة مش عليها بحثة خالص وضعيفة جدا ومش عليها يعني بيقولك من عشرة لمية. وده اللي انا عاوزه. عشان اشرح لك الفيديو او اشرح لك بالتفصيل ايه اللي بيتم. المنافسة هنا منخفض وده مناسب قوي للمواقع الجديدة. اللي هي لسه ما تخططش مثلا التلات الشهور. او لو تخطط التلات الشهور بالعافية يعني. اللي هو ايه? حل مشاكل ارشفة. الكلمة نفسها مش عليها ونفسة عالية جدا او مش قوية. ودي مناسبة قوي للشرح بتاعنا علشان اوري لك نتائج سريعة. عشان لما اعمل مقالة اقدر اصدر فيها ووري لك نتائج سريعة. زي اللي احنا عملناها دلوقتي. تعالها نشوف كلمات تانية برضو بنفس الفكرة وبنفس النمط عشان الموضوع يبقى راكب في الدماغ بنسبة مية في المية ويتكون عارف ايه اللي بيتم. هنا برضو قلت ما جرب حاجة اللي هي تحديثات جوجل. دي كلمة مفتاحية مهمة جدا نخلي بالك. آآ يعني يعني انا شايف انها مهجورة. يعني كلمة مفتاحية. مطلوب من الناس تعمل عنها آآ مقالات. لانه او اول له يشوف الفيديو بشكل عام اصلا هيروح يجري يعمل مقالة عنا. بص مهجورة ليه? هقول لك ليه? بص يا سيدة. هنا عندك كلمة تحديثات جوجل عليها نسبة بحث شهرية من الف لعشرة تلاف. متوسط عمليات البحث الشهرية. دي نسبة حلوة معقولة انا شايفها معقولة. المنافسة منخفض. يعني موقعي وموقعك والمواقع كلها صغيرة تقدر تنافس في الكلمة دي. تقدر تتصدر. عندك هنا ستة وتلاتين. ستة وتلاتين دولار على النقرة من الكلمة دي. فعشان كده الموضوع بقول لك ايه? هنا كلمة مفتاحية مهجورة. مهجورة يعني الحق خدها. الحق اكتب عنها مقال. استهدف فيها. اشتغل عليها. هي كده بتبقى مشة بنفس النمط ده. تعال نشوف كده كمان صفحة تانية كده يا جماعة. هنا برضو نفس الفكرة في في الكلمات المفتاحية لما حبيت ابحث كده. كتبت المدونات تستحق المتابعة وافضل المدونات العربية. وقلت ما شوف كده يعني انا حسيت ان الكلمات دي فعلا ممكن يكون فيها نسبة بحث. او ما تكونش قوية في المنافسة او مهجورة برضو. فما لقيتش فيها مهم قوي يعني ما لقيت مثلا من مية الالف من عشرة لمية وده نسب بحث متوسطة. آآ نسب بحث ضعيفة جدا مش قوية. نسبة منخفضة كلها وده طبعا كويس للمواقع الجديدة. لكن خليني اشوف الاول واللي يهمني الاول ان يكون في نسبة بحث شهرية على الكلمة. تمام? هروح بقى ارضو هنا على الصفحة دي. جيت هنا برضو يا جماعة عشان ادور على مقالة حلوة اكتب عنها مواقع الربح من الانترنت. خلي بقى بص بقى على البيانات الجميلة دي. مواقع الربح من الانترنت الكلمة عليها من الف لعشرة تلاف. ده متوسط البحث الشهري وده كويس. عندك هنا المنافسة متوسطة. متوسطة برضو يعني آآ تمشي مع المواقع اللي عمرها عدة السنة وتمشي مع المواقع اللي هو اده من اصورة بتاعها عدة الخمستاشر والكلام ده كله. ده المنافسة فيها متوسطة برضو انا شايف ان الكلمة مهمة لان عليها بحث. والمنافسة حلوة مش وحشة. وسعر النقرة يعني اقدر اقول لك يعني متواضع شوية. اللي هو سبعة وتلاتين سنت يعني. فبالنسبة للمحتوى العربي آآ ما فيش مشكلة. العمل على الانترنت اللي احنا عملناها في المقالة اللي احنا شرحناها في الاول. بيقول لك برضو من من الف لعشرة تلاف والمنافسة متوسطة. لكن انها شايف ان آآ المنافسة في الكلمة العمل على الانترنت عالية جدا علشان آآ نسبة البحث الشهرية فيها عالية. وعدد المواقع اللي كتبت فيها كتير. فيها كزا مليون موقع كده. فخلينا نقول ايه? احنا الاول نبحث. ونشوف. الكلمة ليها ايمة هنا. من الف العشرة تلاف ماشي. من مية الالف ممكن. لكن اقل من كده مش مش هتفيدك قوي. زي الكلمة اللي احنا اخترناها النهاردة اللي هي حل مشاكل الارشفة دي. هي مش هتفيد الموقع بتاعها قوي. مش هيجي منها مش هيجي منها زوار كتير. بس انا احيانا ممكن اعمل كده. علشان اختار علشان اخد آآ كلمات آآ مجالي. وتصدر فيها. اكسب تصدر في ايه? في كلمات او معظم امسك كلمات مجالي بالكامل في محرك البحث. تمام? يعني ممكن ما يكونش عاوز يصدر فيها علشان الزيارات. ممكن عاوز بس ان انا اكون مسيطر على كل الكلمات اللي تخص مجالي او النتش اللي انا اشغال فيه. دي نقطة يا جماعة مهمة جدا برضو مش شرط اساسي يكون كل كلماتك آآ تخص آآ اللي هو يكون عليها نسبة بحث آآ عالي جدا وانك تكسب منها ارباح وكلام من ده انت ممكن تغطي برضو كلمات مجالك. انا بالنسبة لي الكلمة المفتاحية ديت انا عملتها علشان اشرح لك بس. تعاني خش نشوف. استهدفنا ازاي? وانت خيص على ذلك. خص على ذلك ايه? بقية المقالات اللي هتتعمل. هنا سيدي بقى اول حاجة زي ما زي ما قلنا كده اتأكدنا مليون في المية ان الكلمة مهمة. واتأكد منين تاني? اتأكد من موقع جوجل تريند. اقارن كلمات. ممكن اعمل مقارنة ما بين الكلمات واعرف. بختار هنا جميع عن حق العالم في الجزء ده. وبختار هنا اخر اتنشر شهر وجميع الفئات وبحس الويب. وبكتب الكلمة. شايف الكلمة هنا انا كتبت مواقع ربح من انترنت ايه اللي حصل? جاب لي المعدل والاهتمام بتاع الكلمة قد ايه? وهنا بيقول لي المنطقة المهتمة او الدولة المهتمة بالكلمة. وهنا بيقول لي بقى طلبات البحس ذات الصلة. بيقول لي الكلمات ده كلها كلها ذات صلة كبيرة جدا بالعنوان الرئيسي. وبيقول لي هنا كمان في ازدياد. عنشوف ايه في ازدياد? بيقول لي ان عندك ارتفاع هائل هنا في الربح من انترنت يوميا. ده كلمة بحسية عليها بحس كبير جدا ممكن استغلها كمقالة. لوحدها او ضمنها كعنوان فرعي في المقالة بتاعت الاسسية اللي هي بتاعت ايه? اللي هي بتاعت مواقع الربح من انترنت. ممكن استغلها كده او كده ما فيش مشكلة. بيقول لي برضو الموقع ده اسمه برضو في ارتفاع هائل في البحس. فالكلام ده كله انا ممكن استغله لحسابي انا ان انا اخد الكلمات دي واعمل عنها مقالات. زي مواقع ربح المال من انترنت مضمونة. مواقع ربح من انترنت عن طريق المشاهدات برضو مهمة جدا او ازا كنت ادخلها عنوان فرعي جوه المقالة. الاساسية اللي انا اخترت ليها الكلمة دي. يبقى عندك جوجل تريند. وعندك جوجل آآ ادورد. الاداتين دول مجانيين. مفيش فيهم اي مشاكل من جوجل نفسها. وفي اخر الفيديو هوريك ازاي بتعمله. ارجع للمقالة تاني يا جماعة ونبدأ ننصق المقال بقى علشان الموضوع يبقى معانا بشكل سليم. في البداية خالص. انا بروح على الصفحة الرئيسية بتاعة موقعي كده. وبضغط على كلمة مشاركة جديدة. بعد ما بضغط على المشاركة جديدة بتفتح للقايمة اللي فتحت قدامي دي. هنا مكان العنوان بحط له عنوان المقالة بتاعي. اللي هو المقال زي ما اتفقنا. بالتنسيق. وبالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. اللي هو الكلمة المفتاحية الصريحة في اول العنوان. او في نص العنوان او في اخر العنوان بس المهم في النهاية ما يكونش آآ فيها لغبطة او تداخل ما بينهم ما بين الكلام اللي بعدها. عشان تكون واضحة وصريحة قدام الربوت. يبقى كده العنوان خلصنا منه وعرفنا انه هو مهم. ومسلا عليه نسبة ببحث وخلاص اتأكدنا منه. هنيجي بعد كده بقى على تصنيفات. التصنيفات بنعملها ازاي? انا هنا عاوز اعمل تصنيف اسمه بلوجر مسلا. الناس يا جماعة اللي طبعت معايا الكورس من البداية واللي ما عندهمش معلومات ان هم ازاي يعملوا اقسام. فهوريك الوقت تعمل قسم ازاي? احنا مسلا والي اكون عاوزين نعمل قسم. نكتب هنا قسم. بلوجر مسلا. وهضغط انتر. انتر واحد. وبعدين هرجع تاني. كده خلاص القسم اتعمل. بص. كده القسم اتناشى. خلاص بقى كده انشأت اللي هو اسمه التصنيف او التسمية. التصنيفات دي هي الاقسام بتاعت موقعك. هي اللي احنا شفناها جماعة في في الكورس باول ما شفت الاقسام بتاع الموقع في البداية خالص. دي التصنيفات. الرابط هنا بقى. لما اجي اخش على الرابط ده. انا بالنسبة لي بقى مش عاوز اختار قسم انا هختار من التصنيفات اللي جوا عندي اهي بس. كده اخترتها خلاص. الرابط. هنيجي بقى على حتة الرابط دي. ونضغط على كلمة رابط ثابت مخصص. لازما تختار الاختيار ده. رابط ثابت مخصص. لابد منه. طب ليه? علشان نعمل اول خطوة من خطوات تحسين محركات البحث وهو او عنوان المقالة نفسها. عنوان المقالة نفسها يا جماعة الاساس اللي احنا كنا شغالين عليه اللي احنا اه المفروض المقالة بتاعتنا الحالية دلوقتي اهي. بص كده على عنوان ايه اللي حصل فيها? ده العنوان. الكلمة المفتاحية متضمنة كمان معك اهي في العنوان. طب ازاي بقى تضمنت كده الكلمة المفتاحية اللي هي مشاكل ارشفة بالانجليزي. ازاي ضمنتها هنا بكل بساطة الكلمة اهي. زي ما هي كده بالزبط. وبتحطها فين بقى انت? عندك انت في الجزء ده. اللي هو رابط ثابت مخصص هنا كده. هنركب بقى احنا رابط ثابت المخصص اهو. بالشكل ده كده. ما يكونش في فراغات خالص. الكلمة المفتاحية جماعة اللي انت هتختارها. يكون كلمتين او تلاتة بالكتير. علشان عنوان يور ايه اللي الخاص بك انت? ما يبقاش طويل جدا ويبقاش في مشاكل. تمام? انا ليه عملت الكلمة المفتاحية بالشكل ده كده? اهي. ده الصحة بتاعها. علشان في الاخر تبقى معناها ايه? تبقى معناها هنا طبعا بيدينا رقم غلط علشان انا بشرح على مقالة تجربية وانا عامل الحاجة ده قبل كده. عشان ده معناها ان انا عامله قبل كده. هنا الكلمة المفتاحية متضمنها في اليور ال الكلمة المفتاحية متضمنها في في عنوان المقالة بتاعك. الكلمة المفتاحية هتيجي تحطها في الوصف كمان. يعني هنا كمان احنا عندنا بالوصف حطناها بالوصف. بص معايا كده. تلاقي جزئية هنا اسمها وصف البحس. بص كده على وصف البحس. وصف البحس هنا يا جماعة بتحط فيه جزء من الفقرة الاولى. اول فقرة. ولو عاوز تسيبه فاضي ما فيش مشكلة ممكن تسيبه فاضي وجوجل نفسها تاخد اوصاف على حسب الكلمة المفتاحية اللي بحث بيها الزائر. بس يفضل انك تحط فيه فقرة وتوصف بيها المقال بتاعك ويكون الكلمة المفتاحية متضمنة جوه الوصف. يبقى احنا كده يا جماعة عندنا في الخيارات دي مش هنعمل حاجة. وعندنا في العلامات دي مش هنعمل اي حاجة. وعندنا بقى في الوصف هنحط الكلمة المفتاحية هنضمنها وهنا مش هنعمل فيها حاجة. الموقع ده عشان لما نيجي نستهدف دولة معينة نختار الموقع وانا مفضل لنا ما استخدمهاش اسبها. للعالم عادي. الروابط زي ما اتفقنا الرابط بيتحط رابط سابق مخصص. تاريخ النشر ما بلعبش فيه. وبختار التسمية. وده استخدامي للشريط الجانبي. خلصت منه هاجي بقى اخش على جسم المقال نفسه يا جماعة. جسم المقال نفسه لو انا خدت كله كده نسخ. وروحت وديته على المقال بتاعي هنا كده. وروحت علمت على كله كده. واخترت من هنا كده الغاء التنسيق. تمام? انا اخترت الغاء التنسيق عشان انا اصخلق المقال من جديد وتشوف ازاي بنصق المقال. انا عملت الغاء تنسيق كله. اعمل ايه بقى? بما اني كتبت كل حاجة هنا في المسودة دي. اول حاجة بعملها عنوان فرعي. افضل الطرق لحل مشاكل الارشفة. انا هنا اختار عنوان فرعي. بالشكل ده كده. بكتفي بكده? لا مش كفاية. عنوان فرعي. بلونه كمان. بتدي له لونه احمر مسلا او اي لون مخالف. عشان يبقى مخالف عن عن النص التحت منه. وهنا بخليه كبير. مختار في العنوان الفرعية بخليها كبير. بقى بالشكل ده كده. ممكن انا النص ده. اخليه فقرة. وممكن اسيبه عادي. بس انا بفضل ان انا اسيبه عادي. خلاص? يبقى كده خلصنا من الفقرة الاولى. الصورة. الصورة يا جماعة انا همسحها عشان اقول لك ازاي بترفعها من اول دي. لازم ان امسح الصورة. عشان اقول لك بالزبط ازاي? انت بترفع الصور بتاعتك. آآ بشكل صح. اول حاجة بتكون انت صممت الصورة برة وجهزتها. واغد الاسم او الكلمة المفتاحية. خلي بالك الصورة لازم تكون واغد الكلمة المفتاحية. طب ازاي? بص معايا كده لو انا هروح على دولود. هفتح دولود كده هروح على دولود عشان اشوف الكلمة المفتاحية. بص كده معايا هتلاقي انه انا كاتب. كمان في اسم الصورة? زي ما انت شايف كده? حل مشاكل الارشفة? الكلمة المفتاحية الصريحة? موجودة فين? موجودة في اسم الصورة قبل ما تترفع على الموقع. قبل ما تترفع على المقالة بتاعتك في بلوجر? اسم الكلمة او او الكلمة المفتاحية. مسميها للصورة. حتى الصورة نفسها انا حطت فيها الكلمة المفتاحية صريحة برضو. موجودة مرسومة على الصورة. وده برضو مش شرطة اساسي. بس خلينا نعمل بقى رفع كده. نعمل رفع الصورة بالشكل ده كده. تحميل. وبعدين نختار الصورة بتاعتنا اختيار من ملفات. وبعدين تخش على اهي. وتعمل بعد كده تاخدها. بتزهر معك بالشكل ده كده. بتضغط عليها. وبعدين تحديد. هتنزل لك الصورة. واقول لك بالزبط تعمل فيها ايه? بعد ما بتتحمل الصورة بتضغط عليها وبتضغط على التعديل هنا. وبتكتب الكلمة المفتاحية كمان على الصورة. في النص البديل ونص العنوان. عندك هنا النص البديل بتحط في الكلمة المفتاحية. وعندك نص العنوان بتحط في الكلمة المفتاحية برضو. وبتعمل تعديل بعدها. يبقى انت كده خلصت الجزء الاول. في جزء تاني. بتيجي عند الصورة وبتضغط على على حرف الايه ده? عشان يزهر لك مكان تكتب فيه كتابة وصف هنا للصورة. في الجزء ده. زي ما انا كتب كده. انا جبت بقى الكلام ده من ين? جبت الكلام ده من عنوان المقالة نفسه. بضمن عنوان المقالة في الاسم بتاع الصورة او في الوصف تحت بتاع الصورة اللي هو حرف الايه اللي ظهر تحت ده. تمام? يبقى انا عملت الجزء ده. وهاجي اضغط انتر واحد بس شايف المسافة دي. هي مسافة واحدة بس قبل الصورة. مسافة واحدة قبل قبل العنوان الفرعي اللي بعد منه. او قبل الكلام اللي بعد منه. وبرضو هنا في مسافة صغيرة. يبقى انا كده فصلت النص من فوق بانتر واحدة. وتحت الصورة انتر واحدة. وبعد كده عملت الفكرة اللي بعد منها. خلاص? يبقى عندي فكرة في الاول تعريفية كده مقدمة. لازم انت تتعمل. وينضم وتتضمن فيها الكلمة المفتاحية زي ما انت شايف. حل مشاكل ارشفة. وعندك كمان متضمن فيها حل مشاكل ارشفة بشكل تاني. حل كل مشاكل ارشفة دي كلمة مفتاحية مرطفة. للكلمة المفتاحية الاساسية. احنا ازا ما قلنا في الحلقة اللي فاتتة يا جماعة احنا هنحط الكلمة المفتاحية نفسها مرة. بولد. وسبع مراضفات ليها. سبع مراضفات ليها في المقال الالف كلمة. الكلمة المفتاحية زي ما انت شاف قدامك كده. وهنحط ليها سبع مراضفات. ده اول مراضف ليها. وتحت هتلاقي حاجات تانية كتير هتقابلنا واحنا ماشيين دلوقتي. ننزل بقى تحت كده. طبعا دي مش بعملها فكرة ولا اي شيء. وخلي بالك الفكرات. اول فكرة افتتحية. والفكرة بتاعة الملاحظة اللي هي تحت الصورة وبس. وتحطوا الصورة بفستهم كده زي ما انت شايف. وتعالى بص بقى على تاني الاستهداف برضو مشاكل الارشفة. برضو كلمة مفتاحية مراضفة لازم تتحط افضل طرق لحل مشاكل الارشفة كلمة مفتاحية برضو مهمة جدا ليه? لانها موجودة. موجودة في العنوان في الجزء التاني من العنوان. لابد انها تتحط برضو. عشان يبقى انت سيطرت على العنوان كامل واستهدافته كامل. بعد كده العنوان الفرعي التاني. انا طبيعي ده عادي باختاره من هنا كده وبختار عنوان فرعي. وبختار لونه وبختار حجمه كبير زي ما احنا ما اتفقنا وخلاص على كده ده العنوان الفرعي. بعد كده لازم ان تبقى لو انت هتعمل فكرة منقطة بتعمل جزء افتتاحي كده. صغير سطرين او سطر. وبعد كده تبدأ التنقيط بتاعك زي ما انت شايف قدامك كده. بعد التنقيط لازم ان تقفله بملاحظة. لازم مشاكل الارشافة برضو كلمة مفتاحية مراطفة. مش متكرارة خلي بالك. انت هتقول لي متكرارة هنا. لأ بص هنا تشوف الفرق. هنا لم الف لم الف. في فروق في الكتابة وكلام من ده بسيطة. ممكن تلعب بها انت مع الروبوتات. اه بعد كده لازم تعمل انتر واحدة بعد النص. النص خلص هنا. تدلو انتر واحدة قبل ايه? ليه بقى الانتر او المسافة الفاضية المسافة واحدة بس فاضية. مش كتير. علشان ادي فرصة الاعلانات جوجل تزهر. ادي فرصة الاعلانات جوجل تبدأ تزهر. ضغط انتر بعد كده اروح عامل عنوان الفرع التاني. وهتأكد ان ما يكونش فيه فراغات يا جماعة في النص زي كده. ده خطأ كبير جدا لازم ان ما يكونش فيه اي فراغ هنا كده. بعد كده بقى نزل تحت. هتلاقي ان انا عملت فقرتين عاديين خالص. اللي هما ايه? كتابة نص. وده بيكون مطلوب ان انت تكسر موضوع التنقيط والترقيم والكلام ده كله. لازم ان يكون فيه نقطة يا جماعة نهاية كل جملة. النقط دي. وبرضو هنا الاستهداف حل مشكلة الارشفة. برضو كلمة مفتاحية مراطفة. عملت برضو فكرة يعني عنوان فرعي اهو. كله عنوان فرعية يا جماعة كل استخدام المقال عنوان فرعي. عنوان فرعي وبعد كده نص عادي اهو. اه طرق اثبات ملكية موقعك ده برضو فكرة مرقمة. الترقيم ده بيكون في الحاجة يا جماعة زي ما اتفقت معكم في الحلقة اللي فاتت الحاجة اللي ينفع فيها ترتيب. لازم تيجي بترتيب معين فانت بترقم. لازم. التنقيط بيبقى في الحاجة اللي مش شرط فيها الترتيب. وبرضو بنفس الشكل ونفس الصيغة ملاحظة في الاخر. وهنا في الاول هنا بتحط الفكرة اللي افتتاحية الخاصة بالتنقيط او بالترقيم. بنيجي بعد كده اضافت ملفات سايت ماب بقى ده برضو تنقيط مش مشكلة في خالص. هنا ملفات سايت ماب لبلوجر هنا كود انا حطه. والكود ده هبقى اشرحو لكم بالتفصيل. يعني عشان برضو ما يتبقاش الحلقة معانا طويلة. اه تحت منها الفكرة الختمية. لازم الفكرة الختمية بالشكل ده. كل جزء من الفقرات لازم ان تقفل بها او تبتدي. تأخر الارشفة كلمة برضو لا هي علاقة بالموضوع. برضو لا هي علاقة بالموضوع. اه مش مرطفة. لكن هي اه من الكلمات المفتاحية المتعلقة بالكلمة الاساسية. اللي انت استهدفتها. شفت هنا برضو انتر اللي هو مسافة. عشان اسيب مسافة وبعد كده اكتب. اكتب العنوان الفرعي وبعد كده اخش على الفقرة بتاعتي زي ما انت شايف قدامك كده برضو. ما ينفعش اي عنوان فرعي يا جماعة يبقى تحت منه. فقرة واحدة كده. لا. والفقرة بتكون تلس سطور كحد اقصى. وهنا لازم ان يكونوا اتنين او تلاتة. تمام? هما معمولية اتنين فده حد ادنى. قطورات اضافة ملف اه الربوط تمام. برضو تمام. زي الفل كل ده مكتوب بنفس الصيغة. هنا بقى ضمنت فيديو. ما عنديش مشكلة. تضمين الفيديوهات. ما فيش فيه مشاكل يا جماعة بيدي قوة للمقالة بتاعتك. مش حاجة وحشة. بالعكس تضمين الفيديوهات بيخلي المستخدم يقعد فترة كبيرة في الموقع بتاعك يتفرج على الفيديو. فنسبة الاحتفاظ بالجمهورة بتاع لها عندك في الموقع بتاعك. معدل الارتداد بيتزبط. معدل الارتداد دوت علشان الشخص ما يخرجش برا المقالة بسرعة يدي انطباع سيء للربوطات جوجل عن المقالة بتاعتك. فلما بيقعد يتفرج على الفيديو بيدي انطباع جيد جدا ان المحتوى مفيد. هنا برضو لو انا هحط فيديو لازم ان يكون قبل منه نص. وبعد منه نص. لازم. تأكد من الحتة دي. حل مشاكل ارشافة بقى الحتة الاخيرة اللي هي الجزئية دي. وبرضو بص حل كل مشاكل ارشافة كلمة مفتاحية مرطفة. هنا بص في الخاتمة بقى يعني جت في الخاتمة كمان. جت في الخاتمة كمان ضمنت الكلمة المفتاحية برضو حل مشاكل الارشافة. بما ان احنا ضمنناها في اول الصفحة او في اول المقالة ضمنناها تاني في نهاية المقالة بس مش هي ركز قوي. في اللي انا بقول عليه مش هي الاولى كانت من غير الف لم الف. تمام? ومختلفة عندي شوية. فدي برضو آآ كلمة مفتاحية. ينفع لنضاف بالشكل ده. حل مشاكل كل حل مشاكل كل مشاكل الارشافة. برضو في خطأ هنا. نشيلها. ونخليها حل كل مشاكل الارشافة. بالشكل ده في موقعك. حل كل مشاكل الارشافة في موقعك. ودي كلمة مفتاحية برضو مرطفة. ولازم ان تنضاف. ماشي. آآ هنا حل كل مشاكل الارشافة من غير الف لم الف. معظم الكلمات يا جماعة اللي خدتوا بالكم منها اللي احنا ضمنناها. والمهمة موجودة تاني. موجودة تاني فين بقى? موجودة في النص نفسه. يعني انا عملت الكلمات المفتاحية بلد اه علمت عليها واخترتها كده. مفيش مشكلة. لكن هي اصلا موجودة جوه النص. كتير. يعني بنسبة كل فقرة موجودة فيها الكلمة اللي هي حل مشاكل الارشافة. موجودة بشكل مباشر او غير مباشر. بس طبعا ما تكونش مبالغ فيه. ما تكونش موجودة بشكل غير يعني بشكل مبالغ فيه ان جوجل تحسبها تحايل او زبام. فدي نقطة مهمة جدا يا جماعة. والفقرات زي ما انت شايف المقال ما هوش طويل اول حاجة المقال كويس وسهل جدا وتصدر علشان الكلمة مش صعبة المنافسة. الكلمة زي ما اتفقنا هي كلمة سهلة اقدر اجيبها. لكن انا محتاج ان انا اتصدر فيها علشان محتاجها في مجالب صراحة ومحتاجها ان تكون اه برضو لو فيها مشكلة او حاجة او مرجع للناس. اه هنا في اه بنج خدها مقتطف مميز خد الفقرة دي منها. لما تتصدر في جوجل مفروض يعني هتبقى شبه دي كده بالزبط برضو مقتطف من الجزء ده. لان هو طبعا جوجل ومحركات البحث بنج وياهو ودك دك وغيرها وغيرها بيحبوا الترقيم والتنقيد جدا اللي هو النقاط الواضحة والصريحة والتأكيدية يعني. ده خدها علشان كده. فاحنا كده خلاص المقالة بتاعتنا تكتبت بشكل سهل جدا. انا عاوز اوريك شكلها بقى. شكل المقالة قدامنا اهو. شكل المقالة اللي اش ظهر قدامنا ده يا جماعة كده. ده مظهر المقالة في التنصيق بتاعه. شكلها جميل جدا وسهل وبسيط ومرتب. وفيها فيديو ممكن تحط الصور كمان اكتر من كده لو حابت احط الصور بس ما حبش ان احط الصور اكتر من كده لانه المقالة مش مستهلة ازود صور لان هي اه تقريبا الف كلمة او الف ومتين بكتير يعني. زي ما اتفقتي معكم يا جماعة الموضوع مش كيميا ومهوش صعب. الفكرة كلها في ان انت ما تكتبش مقالات عشوائية. واختار الكلمات الاول. ممكن تختار الكلمات اللي عليها نسبة منافسة متوسطة. او ضعيفة. ويكون عليها بحث. انت وشطرتك بقى حاول توفق الحتة دي على جوجل ادورد. وهنشئ لك دلوقتي حساب جوجل ادورد بس حاب ان انت تعتبق ورايا من الصفر كده علشان ما يحصلش معك اي خطأ. كده المقالة بالنسبة لنا خلصنا منها خلاص انا هطلع بره بقى عشان نبدأ نشوف ايه المفروض ان احنا وصلنا له. كان في شوية نتاج جماعة كده احنا عملناها او في شوية حاجات آآ نتاجات عن اجراءات احنا تمت في اول الحلقات خالص اللي هي خاصة بالدورة. اللي هي عبارة عن ايه? تعال نروح لها كده. بص هنا كده مدونة مقالة للمعلوميات دي المدونة المجانية اللي احنا بنشرح عليها الكورس. احنا من اول يوم ما شاء الله اتقرشف الموقع بالكامل. عندك هنا بيقول لك في عشر نتائج بالارشفة. عشر نتائج النتيجة الاولى وهدي مقالة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسعة مقالات والمدونة نفسها يبقى عشر مقالات. اتقرشفوا ومن اول يوم ودي حاجة جميلة جدا دي على المقالة دي على مدونة مقالة للمعلوميات. هنا بقى كلمة منشورة فاكرين? فاكرين كلمة منشورة اللي قلت لكم هتيجي. كده المدونة اتقبلت كمان فين? اتقبلت في جوجل نيوز. كده المدونة بقت مقبولة في جوجل نيوز. المفروض ان بعد فترة ما تتخش بقى على مشرف المواقع عندك هنا كده. بتلاقي ان ظهر لخانة جديدة مكتوب عليها جوجل نيوز لما يبدأ يجي لك زيارات من جوجل نيوز. حتى هنا الاداء بدأ يعد معاك. بدأ يعد معاك زيارات اهو. ان هو بيجي لك زيارات منين? من محرك البحث. بص هنا بدأ يجيب لك ايه? بدأ يجيب لك ان هنا بيقول لك فيه قوية. عمل على الانترنت براتب يومي. فاكرين? فاكرين اللي احنا عملنا عليها مقالة يا جماعة. ما هو التورنيت? ده برضو مقالة احنا عاملينها. شرح ما هو جوجل كلام جميل جدا دي كلها كلمات مفتاحية. المدونة بدأ يجي لها زوار من جوجل بيبحثوا بالكلمات دي. فبدأ تتظهر لهم في هنا اجمالي عدد مرات الظهور. والنقارات عشر نقارات من السبعين ظهور. سبعين ظهور ما شاء الله فنسبة حلوة جدا. ده معناه ان مخالات الموقع ده معمولة بشكل احترافي وجميل جدا اللي هي المدونة بتاعتنا اللي هي ايه? آآ مخالة المعلوميات. وده زي ما قلت لك انا سايب لك بقى المدونة دي. تشوف مقالتها وتشوف الاستهداف بتاعها عامل ازاي? ودي المقالة اللي احنا شرحنا عليها في الحلقة اللي فاتت الاستهداف. كل ما تنسى اللي انا قلته في الحلقة اللي فاتت. ممكن ما تسمعش الحلقة ممكن تشوف المقالة نفسها. واو لو حاب انت تسترجع الحلقة تاني ما فيش مشكلة وتشوف برضو كل التفاصيل الخاصة بها. بس النتائج اللي انا شايفه قدامي دي في مشريف المواقع. رائعة جدا بالنسبة اللي ما قال بالنسبة لمدونة. لسه عمرها يومين تلاتة بكتير ما كملش آآ في مشريف المواقع. تمام? فهو دي حاجة بالنسبة لي ده بالنسبة لاي حد نجاح ليه? المدونة دي تجربية. متوسط موضع الاعلان تلاتاشرة ده حلوة جدا في البداية. حاجة كويسة جدا بالنسبة للكلمات البحسية. اللي بدأت الناس تبحث بيها وتظهر بيها المدونة. نجي بقى اللي احنا قلنا احنا خلاص. الحمد لله اتقابلنا في جوجل نيوز. والناس اللي عندها مشاكل في جوجل نيوز هنكلمها او هنشوفها بعدين لانه في تحدثات لما التحدثات بس تنتهي. هسيب لك بقى مؤشرات جوجل اللي هو جوجل تريند ده. هسيبهو لك في الوصف تحت الفيديو الرابط بتاعه. وهسيب لك الرابط كمان بتاع مين? بتاع ادات اختبار الكلمات المفتاحية جوجل ادورد وهسيب لك الرابط كلها اللي انا هستخدمها النهاردة ان شاء الله في وصف الفيديو ده. جوجل تريند هنستخدمه في ايه? هنستخدمه في ان انا ابحث بالكلمة. اشوف لها قيمة. ليها بحس في ناس بتدور عليها ولا لأ? زيها زي جوجل ادورد زي ما وريتك ازاي هنستخدمتها في الكلمة اه اللي وردتها لك في اول فيديو في الشرح. طيب مش عاوزينه ده ما فيش فيه اشتراك ده امر طبيعي. عاوزين بقى نشترك في جوجل ادورد. ازاي نشترك في جوجل ادورد هنعمل بقى حساب ازاي? اول حاجة تضغط على كلمة الانتقال المخطط للكلمات الرئاسية دي. وامشي معايا خطوة بخطوة كده علشان الموضوع يتم معاك بشكل سليم مية في المية. اول ما ضغطت عليها فتح ليا القائمة اللي قدام دي. هضغط على كلمة ايه? هضغط على كلمة التبديل الى الوضع المتخصص. هضغط عليها. هيدخلنا على قائمة جديدة. كل خطوة بعملها اعمالها زي بالزبط. علشان برضو في ناس كتير جدا ما عارفتش تعمل حساب جوجل ادورد وقفت عند مراحل معينة. هناك كان طالب منك انك تعمل حملة. انا لغيت ان هو اعمل حملة. لا انا انا هنشئ حساب بس. عشان استخدمه استخدام عادي. هنا بيقول لي انشئ حساب بدون حملة. بص بقى ركز في الحتة دي. ده اللي انا عاوزها. انشئ حساب بدون حملة. ده اللي انا عاوزه. هضغط عليها هنا كده. عشان ابدأ اكمل الخطوة اللي بعدها. ما عندش مشكلة اختار الدولة عادي جدا واختار برضو نفس الكلام ده. اه مش شرط اه اختار دي. بعدين ارسال. هيبدأ يفتح لبعض. هضغط على كلمة استكشف حسابك دي. هيفتح معك بالشكل اللي ظهر قدامك ده. القائمة اللي فتحت قدامي دي انا هختار منها الادوات فوق هنا كده. في حاجة اسمها التخطيط. في هنا اداة اسمها تخطيط الكلمات المفتاحية. اللي هي دي. اللي هي دي. هضغط عليها. اختارها. اختار التخطيط. اداة تخطيط الكلمات المفتاحية. هيدخلني على القائمة اللي ظهرت قدامك دلوقتي. بكده يبقى انت خلاص وصلت للمرحلة اللي انا شرحتها لك في اول الفيديو. كده انت وصلت فعلا اهو. دي بقى اللي احنا عاوزينها. هعمل ايه بقى? هعمل حفظ من الصفحة دي. هنا كده في المفضلة. بس خلاص. انا كده بقى عندي حساب جوجل ادورد. ومحفوظ عندي في المتصفح. هنا موقع فحص الحصرية. الموقع ده هنشرحه في حلقات تانية في القناة. وموقع ضغط الصور ده هنشرحه في حلقات تانية في القناة. وجوجل تريند احنا شرحناه في الحلقة دي. اداة بقى اداة اه نرجع تاني على اه اداة اختبار اختار الكلمات المفتاحية او اختبار الكلمات المفتاحية. تخطيط الكلمات المفتاحية. اضغط على تسجيل الدخول. علشان اجربها لك بس كده سريعا علشان تبقى عارف هي بتبقى شغالة ازاي? او نظامها عامل ازاي? او انت بتبحس ازاي اصلا وفين? سريعا كده عشان برضو ده مع الوقت الفيديو ما اتوالش من هنا. هتفتح معك بالشكل ده كده. هتخش على كلمة اكتشاف كلمات رأسية جديدة. هتكتب هنا الكلمة مفتاحية اللي انت عاوز تبحس عنها. بس هتختار مصر. وتلغي منها مصر. وتعمل حفظ. عشان يبقى كل الدول. هنا اكتب بقى مسلا الربح. من الانترنت مسلا على سبيل المثال. وهضغط على كلمة التحقق. هيبدأ يعدي معايا ويجيب لي نتائج. شايف النتائج اللي جبها لي دلوقتي دي? النتائج دلوقتي بيقول لي سعر الكلمة المفتاحية. ونسبة البحس الشهرية اهي. دي الكلمة. وتوسط عاملات البحس الشهرية. وهنا المنافسة. وهنا بيقول لك سعر النقرة. على الكلمة دي. فده جوجل ادوار يا جماعة وبرضو هنشرحه في حلقات تانية في القناة ان شاء الله. انا بس كنت الحلقة ديت اه يعني توري لك مثال. ازاي بتكتب? ازاي بتستهدف? ازاي بتصدر? وبرضو في حاجة مهمة جدا. خلي بالكم يا جماعة في حاجة مهمة جدا. الكلمات المفتاحية صعبة المنافسة. الكلمة دي مسلا. الكلمات المفتاحية صعبة المنافسة. انا عملت عليها مخال عشان اوريكم برضو في طرق تانية لموضوع انك تتصدر. يعني مسلا سباكم نحل مشاكل الارشفة. مواقع الربح من الانترنت. كلمة مواقع الربح من الانترنت كلمة مفتاحية علىها منافسة صعبة جدا. ومحتاجة مواقع تقيلة انها تشتغل فيها. انا بدأت اشتغل فيها والمخالة ما بتتقرشفش من يوم وليلة. في بعض المخالات يا جماعة خلي بالكم وركزوا قوي. في بعض المخالات ما بتتقرشفش في نفس اليوم. ما ما بتتصدرش اصد في نفس اليوم. لازم ان تاخد فترتها في التصدر. لازم ان تنتظر يا اما اه في الاسبوع الاول ممكن في الاسبوع التاني ممكن في مخالة ما بتتصدرش غير بعد شهر في بعد شهرين. حصلت معاها كتير. المقياس ده راجع لايه بقى? جوجل بترائب مقالتك وتجربة المستخدم فيها. والزوار بيتعاملوا معها ازاي? وحبينها ولا لا من خلال ان هما بيعودوا فترة فيها كبيرة ولا لا بتفضل تتنقل ما بين صفحة والتانية. انت بتعمل الموقع بتاعك قوي كفاية. باخد باك لينك قديم كفاية. ده من اصورتي عالي. بتجي اصورتي عالي. عامل باك لينك ولا لا. عمر الموقع قديم. خرجت برا السند بوكس ولا لا. اللي هما طلال الشهور الاولى من عمر الموقع. حاجات تانية كتير جدا بتقص عليها جوجل وتبدأ تنقلك المقالة من الصفحة الحداشر لحد الصفحة الاولى. في مقالات بتتأخر في الارشفة. انتظر. ما فيش فيها مشكلة دي خالص. انت انتج محتوى بشكل كويس. استهدف كلمات مفتاحية زي ما احنا زي ما احنا شرحنا بالزبط. وزي ما عملنا في المقالتين. المقالة التانية انا نشرتها في موقع تاني خالص اجماعة غير الموقع بتاع الكورس. علشان ابدأ اقول لك في تصدر وتصدر بيكون ازاي. ده مجرد مثال مش اكتر ولا قال. وما تقول ليش ده عشان الكلمة عليها منافسة بسيط. انا قصد علشان بسرعة جدا اوري لك حاجة سريعة. وخلال خمس دقايق اقل من خمس دقايق. كان في تصدر وكنت موجود في بنجو وكنت موجود في جوجل. وده اثبات قدام منك وكمان انت هتمشي على الاستراتيجية دي. هتمشي عليها في كل مقالاتك. تنسيق المقال بتاعك وشكله واستهداف الكلمات المفتاحية. شوف الحلقة اللي فاتت وشوف الحلقة اللي انت فيها دلوقتي. ودول اهم حلقتين في الكورس يا جماعة. طيب هو فيه تفاصيل تانية. فيه تفاصيل تانية كتير بس انا هجمعها لك وخليها لك في حلقة ختمية للقورس. مش هكون اكتر من اللي تقال بس في حاجات لازمة انت كمدون تبقى عرفها علشان مش كل الناس بتتصدر بسرعة. في عوامل. العوامل ده هشرح لك في الحلقة الجاية ان شاء الله. يعني هتقول لي انا عملت كل حاجة وطبقت زي ما صبق قال بالضبط. كل كبيرة وكل صغيرة قالها انا عملتها. لكن المقالة ما بتتصدر. طب ليه? هقول لك ليه? في الحلقة الجاية ان شاء الله. لو انت متابع معايا الكورس. اقدر لكم كده يا جماعة بنسبة تسعين في المية. يعني او اقول لك كمان بنسبة خمسة وتسعين في المية الحمد لله. اكملنا كورس بلوجر. كل الحلقات اللي جاية هتكون نتائج. هتكون حلقات باقية او اه استنتاجات من حلقات قديمة. مسلا ربط دومين بالمدونة. ربط دومين بالمدونة. دي هتكون حلقة منفصلة في القناة وممكن ما تكونش تابعة القرص. اه الشغل بقى على المدونة والحلقات اللي هي الفردية والحاجات دي كلها. لو في حلقة تخص القرص قوي هعملها لك. وهضفها القيمة التشغيل. اتمنى يا جماعة انه يكون الحلقات كلها في تسلسل كويس وسهل بالنسبة للناس. ما فيش فيه تعقيد. واتمنى الخير وتوفيق للجميع. وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.